الملك العظيم ومن العجيب أن الأحصنة المجنحة التي نسمع عنها في الروايات كانت موجودة في عهد سيدنا سليمان وحدث مع هذا النبي ومع هذه الأحصنة قصة نخرج بها بموعظة حسنة في حياتنا بوجه عام هذه القصة التي سنرويها لكم في تتمة هذا الفيديو لكن قبل البدء يجب علينا أن نعرف معنى الصافنات الجياد والصافنات الجياد هي الأحصنة التي تقف على ثلاثة أرجل والرجل الرابع تقف فقط على الحافر فيقصد بها الوقوف في شموخ وعزة فتدل على الهيبة والعظمة والجياد أسرع من الأحصنة أي التي تسير سريعا لقوة جسدها وكانت تستخدم في الحروب وكان لسيدنا سليمان جيش كامل من الخير ويشاهد عروضها المرتصة بروعة في يوم من الأيام كان سيدنا سليمان يشاهد عرضا من عروض هذه الخيول حتى دخل عليه وقت العشي أي وقت الغروب وقد تذكر أنه لم يؤدي صلاة العصر كما ورد في معظم التفاسير أو أن سليمان قد أشغله جمال الخيول والعرض المقدم منها حتى قاربت الشمس على المغيب ولم يذكر الله ويقم بعبادته التي يقوم بها كل يوم لذا غضب سليمان كثيرا لأن الصلاة قد فاتت وقيل في بعض التفاسير أن سليمان قد ذبح كل الخيل لأنها قد ألهته عن وقت الصلاة لشدة جمالها وعرضها الآخذ للعقل وقيل في رواية أخرى لابن جرير أنه كان لسليمان عشرون من الخيل المجنع وهم من أله النبي عن الصلاة فذبحهم كي لا ينشغل بشمالهم مرة أخرى وهو بهذا يعاقب نفسه عن إنشغاله عن ذكر الله وهو ما يفسر قول الله تعالى ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق أي دبح أعناقها لذا ذهب بعض المفسرين أنه دبح الخيل المجنع وراح البعض بأنه قد دبح كل خيله وفي روايات أخرى كيف لنبي أن يدبح جند من جنود الله يستخدمهم في الحروب لنسرة كلمة الله وكلمة الحق لذا رجح البعض أن المقصود هو الخيل المجنع فقط وجاء أيضا في الحديث وفي الحديث الشريف أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس انتبه سليمان عليه السلام وكان عنده صلاة قبل أن تغرب الشمس لكن فاتت الصلاة يعني خرج وقتها وغابت الشمس لقد ألهاه ذلك للسعراض عن ذكر الله وقيل في التفاسير أن الله عوضه بما هو أسرع من الخيل بعد تلك الواقعة وهي الريح والجن من البنائين والغواصين وغيره من خلق الله وهو الملك الذي وهب لسليمان ولن ينبغي لأحد من بعده وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إنك لا تدع شيئا اتقاءا لله تعالى إلا أعطاك الله عز وجل خيرا منه لما ترك سليمان عليه السلام حبه للخيل لله عوضه الله عن الخيل تسخيره الرياح له فكانت تجري طوعا له تؤتمر بأمره هكذا ما ترك مؤمنا شيئا ابتغاء لمرضات الله إلا عوضه الله خيرا وهكذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد عوض الله سليمان عليه السلام بالريح العاصفة السريعة عوضا عن الخيل السريعة فكانت الريح أسرع من الخيل بكثير بلا كلفة عليه تجري بأمره حيث أراد وكانت تحمل له ما يريد حتى عرف ذلك ببساط الريح السليماني وكان له بساط مركب من أخشاب يتسع لجميع ما يحتاج إليه من الدور المبنية والقصور والخيام والأمتع والخيول والجمال والأثقال والرجال والإنس والجن والحيوانات والطيور فإذا أراد سفرا لقتال وجهاد في سبيل الله أو حتى سفرا للتنزه من أي بلاد الدنيا سافر إليها على ذلك البساط وأمر الريح فتدخل من تحته فترفعه بين الأرض والسماء فتسير به وإذ أراد الإسراع أمر العاصفة فتحمله أسرع ما يكون كي تدعه في المكان الذي يريده فكان يترحل في أول النهار من بيت المقدسي فتغدو به الريح فتدعه بإستخر مسيرة شهر فيقم هناك إلى آخر النهار ثم يروح من آخره ثم ترده إلى بيت المقدسي برة أخرى من هذا كله نلاحظ أن الإنسان لما يترك شيئا أو معصية مبتغاة لوجه الله يرى بها وجه الله فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا منها بكثير لهذا يجب عن العبد أن عندما يقدم على فعل معصية من المعاصي يقول سوف أترك هذه المعصية مبتغاة لوجه الله أرى بها وجه الله أخاف بها الله سبحانه وتعالى لهذا سنرى أن الله سبحانه وتعالى سوف يعوضه أفضل منها بكثير وأشكركم الشكر جزيل على حسن تتبعكم وإلى اللقاء مع قصة جديدة إن شاء الله